مردود أولمبيك أسفي طيلة دورة هذا الموسم رغم أنه ضيع نقاطا هامة في الدورة الأخيرة كورا للرجاء من الجيل يومنا غياب رشيد سليماني غياب هشام المهدوفي حتى معنا محمد فخر توظيف كل من عمر ديوب كمدافع من الجيل يومنا بالإضافة نبيل مسلوب هذه كورا صعبة تسدد لم ينتظروا إلا تواني قليلة للاحتفال بالهدف الأول بوشعي ابن باركي تناسل كل وسجل هذا الهدف بشكل رائع جدا بشكل ممتاز لسلال فجأة الكل لعبوه لابد أسفي وطالبون الحكم بتبرير موقفه لأنه منح الامتياز لعب الكورا لعبوها رجاء سجلوا أول هدف عن طريق بوشعي ابن باركي لم ينتظروا كثيرا ليصلوا لمربان حاليس عبدالطيف مرويك في الضقيقة الثالثة من الجولة الأولى من هذا الموعد محمد فخر أكيد أن يسعيد بهذا الهدف الذي لم يحسم أي شيء في هذه المواجهة هدف لسفر هدف منذ دقيقة ثالثة سؤال المطروح هل سيلعب الرجاء من أجل تسجيل هدف أخرى هل أولابيك أسفي سيضل طموحه كما هو وسيبحث عن هدف التعادل ونعادة لهذه القرى التي تم من خلال تسجيل هدف أول للرجاء في هذه المباراة بوشعي ابن باركي السجل الهدف وأكيد أننا